هذه فرصة ترى 6000 شخص من 1000 ريال سننتهي من هذا الوقف و يكتمل و بذن الله عز و جل يأتي ريعه و يصل لكل محتاج يعني شيء ختاما بقي معنا تقريبا أقل من دقيقة الرواتب الليلة و هذه فرصة و نعمة تأتي للإنسان ممكن الإنسان يجعل له شيء من البنك الدنيا و إلى البنك الأخرى و عند الله عز و جل أحد السلف و هذه لعلها إن شاء الله يكون لها وقع عندها أحد السلف كان واليا لعمر بن خطر رضي الله عنه فكان يتعاهدهم و يعطيهم ما يعينهم على أمورهم ثم يأتيهم و يزورهم و يرسل إليهم من يتفقد أحوالهم فلما زار هذا الوالي الصحابي رضي الله عنه فلما جاه إذا ما عنده شيء من الدنيا و كان يرسل إليهم العطايا حتى يشتغل بأمور المسلمين لا يشتغل بكسبه رزقه رزقه أولاده فيقول له أين الذي أعطيناك فيقول أرسلنا فيقول أين أرسلته قال أرسلته للآخرة الله ثم قال كلمة تكتب بماء العيون نختم بها قال علمت أن قلبي متعلق بمالي فأرسلت مالي للآخرة ليتعلق قلبي بالآخرة الله فأنا أقول ليس بكثير أن ترسل هذا المبلغ اليسير مرة واحدة ستجد ثمرته إن شاء الله في يوم تحتاج إلى إلى ديرها من واحد أو إلى ديرها من واحد تكاتفنا تآخينا تعاوننا على الدرب يشد هناك أيدينا لنعمر موطنا الحب تكتب بماء العيون تكتب بماء العلال